ظهور أول لمارس الكولر مع النادي الأهلي ظهور جيد أداء الأهلي النهاردة في النهاية ما كانش أعظم حاجة بس أداء جيد فرقة منظمة فرقة تقدر تحط تكمل محكدة كرات سابتة بتتعامل بتاكتك محترم الكرة بتاعة عبد المينة عمديت عامت في الشهوط الأول في الديئة 16 اللي هي برونو سافيو والحارس صدق حارس اتحاد المنستيري يعني واضح إنه فيه نمط وفيه حاجات بيشتغلوا عليها في التدريبات التغييرات الهجومية النهاردة النهاردة شفنا شادي حسين بيلعب على الطرف ومهاجم حسام حسين بيلعب على الطرف ومهاجم محمد شريف بيلعب النهاردة الأهلي أشرق محمد شريف وحسام حسين وشادي حسين كل المهاجمين اللي عنده يعني هو مش زي ما تقال أو زي ما وصل لنا أو زي ما كان بيتقال في الكواليس إنه هو مش مقتنق بشادي حسين شادي حسين النهاردة بدأ المباراة هو اللي بدأ وحسام حسين اللي كنا متصورين إنه هيبقى خياره والأول كان هو تغييره التالتة في المواجمين يعني شدي حسين وبعكها نزل محمد شريف وبعكها نزل حسان حسن فهو واضح انه هيستخدم كل أوراقه هو واضح جدا انه هو مش من المدربين اللي بيعتمد على 12-13 اللعب بيشتغل بيهم طول الوقت لأ هتشوف تدوير كتير في الأهل فده ملمح لما بقول ملمح ليه بقول ملمح انه ما فيش حاجة تقول ان الراجل مدرب كويس ولا مدرب مش كويس المدرب ده هينجح مع الأهل والمدرب مش هينجح مع الأهل ما ينفعش تحكم عليه النهاردة لكده ولا كده بس يبدأ تشوف ملامح الملامح دي تنجح في الآخر ولا أه ما تعرفش هل الملامح دي كانت في المباراة بس مش تبقى مستمرة مع النادي الأهل ما تعرفش لو تفتكروا سوارش مع النادي الأهل في المباراة في يوتش هاللي كسبها أربعة قلنا يا سلام ده احنا شفتنا كل حاجة حلوة في الكورة وسوارش هيكسر الدنيا مع الأهل بس كانت طلعت مباراة سنائية مباراة وخلاص فلسه بدري لا تحكم بالسلم ولا تحكم بالإجاب بس الأهل النهاردة كان منظم والتنظيم ده الأهل كان بيفتقدوا في كثير من الأوقات يعني دفاعيا الأهل ما وصلش المرمى الشيناوي ولا كورة النهاردة فده تنظيم الشكل الهجومي كان فيه تنظيم بس ما كانش فيه تفاهم يعني ايه يعني تمليلة من صبيو ما ياخدهاش عبدالقادر تمليلة من طاهر ما ياخدهاش حسام ده نمط وتحفيز الراجل هيشته لأي الفترة اللي جاية لو اللعبة دي حفظت الأسلوب ده هتشوفه الأهلي بشكل مغير تمام وبقى فيه كرة ممتعة مع النتائج الجاية ده فده النادي الأهلي محمد عبد المنعم كعته يعني بقى خلاص متخصص كرات ثبتة أي كرة هوائية محمد عبد المنعم رائع فيها ومميز فيها وقدر يحسم الفوز في ديئة التالتة من الوقت المحتسب بدل الضائع كعادة النادي لأهلي بلس 90 يقدر يسجل في الأوقات الحاسمة دي ترجمة نانسي قنقر